موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم في الستوديو الكاتب والباحث التونسي الأستاذ تفيق المديني أهلا وسهلا بك أستاذ تفيق الملف التونسي عدى وتصدر المشهد السياسي هناك تعديل وزاري برأيك يعني أن الوزراء الأغلبية المطلقة 109 أصوات من أسقا حتى الآن ما هو المأمول من هؤلاء الوزراء وأيضا هل كانت المشكلة أساسا بالوزراء أولا يعني مرحبا والسلام عليكم وشكرا لقناة الميادين لاستضافتي في هذا البرنامج الشيق أعتقد أن موضوع التعديل الوزاري الذي حصل في تونس وإن كان قد خضع لتجاذبات سياسية منذ ثلاثة أشهر أو أكثر من ذلك وهي تجاذبات يعني معروفة ما بين أحزاب الاتلاف الحاكم التي تبحث عن المحاصصة داخل يعني هذا الاتلاف وداخل يعني الحكومة القضية بتونس ليست في الأسماء ولا يعني في الوزراء وحتى هذا التعديل الوزاري حتى ذاته لن يحل يعني من الأزمة يعني التونسية الأزمة التونسية مركبة هناك أزمة اقتصادية اجتماعية وهناك أزمة لا يتمت الحديث يعني فيها وهي أزمة نظام سياسي شاب وهجين وسوف يعني ربما في سياق الحديث نتعرض إلى هذا الموضوع ولكن موضوع الأزمة يعني الاقتصادية أي حكومة سواء حكومة يعني الشاهد الأولى أو حكومة الشاهد الحكومة الثانية وهي التي تلقب في تونس بحكومة حكومة الوحدة الوطنية التي تخضع لوثيقة قرطاج ووثيقة قرطاج أقرتها الأحزاب السياسية التي شاركت في الحوار الوطني إلى جانب منظمات وطنية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف واتحاد يعني كذلك الفلاحين ولكن هذه الوثيقة من الذي أشرف يعني عليها من الخارج والطرف المقرر يعني فيها أعتقد أن الأطراف المحددة في هذه الوثيقة ليست الأطراف التونسية تحديدا بقدر ما هي المؤسسات الدولية المانحة وبدرجة رئيسة صندوق النعدة الدولية منذ فترة طرح رئيس الحكومة بأن هذا التعديل سيحل الإشكالية الحقيقية وهذه الحكومة في حد ذاتها رغم كل النتائج الكارثية والتي تجسدت في العجز في الموازنة الداخلية والعجز كذلك في الموازنة الخارجية لم تصارح به الشعب التونسي بشكل واضح وصريح من الذي أعطى لهذه الوثيقة هو البرنامج الذي أقر صندوق النقدة الدولي لتونس وترحه في وثيقة في 13 تموز 2017 وقال بالحرف الواحد بأن على تونس أن تخضع لإصلاحات هيكلية من أجل أن تتجاوز الإشكاليات القائمة وبطبيعة الحال الخضوع هذه دائما شروط صندوق النقدة الدولي وبطبيعة الحال هذه شروط ولكن هو أعطى أرقام من جملة هذه الأرقام التي تحدث عنها تحدث من البارحة أو ما قبل البارحة رئيس الحكومة بأنه حدد أربع أهداف الهدف الأول هو إرجاع العجز في الموازنة إلى نسبة 3% والهدف الثاني هو تحقيق الاستقرار في المديونية التونسية إلى نسبة 70% نحن نقول بأن هذه الحكومة التي جاءت على أرضية وثيقة قرطاج وهي الحكومة العاشرة لن تحل الإشكاليات القائمة لأنه إذا أردنا أن نعالج موضوع العجز في المديونية منذ 2010 كانت الديون التونسية بنسبة 13.4 مليار دولار في نهاية 2016 بلغت المديونية التونسية نسبة 28.6 مليار دولار بمعنى آخر أصبحت هذه المديونية تشكل 75% من الناتج المحلي الإجمالي رئيس الحكومة في برنامجه طرح إرجاع هذا العجز إلى نسبة 70% فبالتالي صندوق النقد الدولي كان أجرى في طرح هذا الموضوع الموضوع الآخر وهو النقطة الثالثة في البرنامج الحكومي وهو التحكم في كتلة الأجور وقد طرح رئيس الحكومة هذا التحكم بنسبة 12 في عدد الموظفين ونحن نعلم بأن عدد الموظفين في القطاع العام التونسي يصل إلى نحو 650 ألف موظف وكان صندوق النقد الدولي طالب من الحكومة التونسية تسريح ما لا يقل من 25 إلى 50 ألف موظف والعمل بالتقاع والتعاقد والعمل بطبيعة الحال بنظام التعاقد ونحن نعلم بأن كتلة الأجور التونسية تصل الآن إلى نسبة 15% وهي من أعلى الكتل الموجودة في العالم بينما كانت هذه الكتلة في زمن ما قبل الثورة تصل إلى نوع 6.7% لاحظي كيف هذا الرقم قفز من 6.7% إلى نوع 15% وهذا حصل في زمن الترويكا وفي زمن الحكومات التي تعاقبت على تونس من 2011 وإلى يوم من هذا فأقول بالحرف الواحد بأن الأسماء التي وردت في التشكيل الحكومي لا أعتقد أنها مهمة كثيرا في موضوع حل ومعالجة الأزمة الاقتصادية لكنها أثرت جدلا كبيرا هذه الأسماء لأنها تعود لعهد بن علي الرئيس السابق بن علي وقيل بأنه إعادة هؤلاء إلى الواجهة لو لم يكن هناك من هؤلاء إفادة كبيرة أو قادرين على تقديم الكثير في كل المشكلات القائمة في تونس هل كان مضطرون لتعيينهم وزراء؟ هم في حد ذاتهم لجأوا إلى هذه الشخصيات معينة وهي مسألة من وجهة نظري طبيعية جدا إذا كان التونسيون يقولون بالحرف الواحد بأنهم أنجزوا ثورة فالثورة في مفهوم العلمي في مفهوم الاقتصادي في مفهوم الطبقي والاجتماعي هي انقلاب ثوري على نظام الاقتصادي واجتماعي هذا الأمر لم يحصل في تونس هناك رأس نظام تم إسقاطه وهناك بنية النظام ظلت كما هي قائمة ما دامت أحزاب الائتلاف الحاكم سواء حزب النداء والذي تفتت وانقسم إلى ثلاثة أحزاب وحزب النهضة وحزب أفاق وحزب الوطن الحر وهي الأحزاب الأربعة التي كانت تتشكل منها حكومة الشاهد فيما مضى هذه الأحزاب تؤمن بالليبرالية الاقتصادية فالسؤال الذي يطرح نفسه ما الذي نتغيره فكان النظام بن علي منحاز ومنخرط في خيارات اقتصادية واجتماعية تقوم على أساس الاندماج في نظام العولة من الليبرالية والتمسك كذلك بكل شروط ووصفات صندوق النقد الدولي ونحن نعلم بأن هذه المؤسسات الدولية المانحة التي هي تحرص على الاقتصاد التونسي وتتابعه بدقة قالت بالحرف الواحد بأن منوال التنمية الذي كان قائما لغاية 2010-2011 قد وصل إلى مأزقه المحتوم فبالتالي لماذا كل الحكومات المتعاقبة وهي عشرة منذ بداية الطورة إلى يوم هذا تسير في نفس المنوال إذن الناس تتحدث عن عودة ولكن لم يكن هناك من هدف للثورة هو التغيير النظام الاقتصادي هذا في صعوبة كبيرة بالنسبة لما حصل في تونس كان هناك حرية والتعبير عن الرأي وأيضا الديمقراطية وتداول السلطة لم يأتي أحد على ذكر تغيير النظام الاقتصادي خصوصا أن البنك الدولي تشبث به وغرس أظافره بطبيعة الحال لأن الطبقة السياسية الحاكمة هي تمثل مصالح وتموحات الطبقة الرأسمالية المتعفنة أو الطبقة الرأسمالية التوفيلية وغير المنتجة مدام الحزبين الحاكمان حزب النداء وحزب النهضة يتقاسمان السلطة وينتهجان في نفس النهجة الليبرالية الاقتصادية فبتباعة الحال من مصلحتهما أن يسيرا في نفس منوال التنمية القديم ويعاديان أي عملية تغيير هم بالحرف الواحد يريدون المحافظة على بنية السلطة القائمة يريدون كذلك المحاصصة الحزبية فيما بين أحزاب الاقتلاف الحاكم ولا يريدون ويرفضون رفضا قاطعا عملية التغيير في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية هناك أطراف في تونس تنادي بعملية تغيير في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية تنادي ببلورة منوال تنمية جديد لأنه ما دمنا نتحدث عن أزمة اقتصادية واجتماعية فبطبيعة الحال نتحدث عن أزمة منوال تنمية قديم وصل إلى مأزقه فلماذا نصير في نفس المنوال ونفس الخط فبالتالي سنعيد إعادة إنتاج نفس الأزمة ونحن منذ 2011 وإلى يومنا هذا نعيش في ظل إعادة إنتاج للأزمة الاقتصادية الاجتماعية وننسى كل انتظارات الشعب التونسي الذي ناضل من أجلها أولا مسألة حل موضوع البطالة وإيجاد فرص عمل ومسألة التنمية المستدامة وهي مرتبطة بعملية ببلورة منوال تنمية جديدة سنتابع النقاش ولكن بعد أن نستمع إلى الحداث اليوم إلى الحداث اليوم والتفاصيل القدس العربي الترخاني محاولة تأجيل الانتخابات لسحب البساط من تحت النهضة شكك رئيس حزب جبهة الإصلاح الإسلامي رشيد الترخاني في صدقية الحملة التي يقودها رئيس الحكومة لمكافحة الفساد في البلاد وتساءل كيف سنحارب الفساد بفريق وزاري يضم عددا كبيرا من رموز النظام السابق والفاسدين كما رأى أن دعوة رئيس التونسي للمساواة في الميراث بين الجنسين مناورة سياسية ومحاولة غير موفقة لدخول التاريخ الترخاني قال في حديث للصحيفة إن رغبة في تأخير موعد الانتخابات البلدية تشير إلى محاولة سحب البساط من تحت حركة النهضة التي تعد الآن من أكثر الأحزاب التونسية تنظيما وجاهزية للانتخابات البلدية ولديها القدرة على تحقيق فوز ساحق فيها لذلك يطالب عدد من السياسيين المتخوفين من هذا الأمر بتأجيل الانتخابات فيما يحاول بعضهم افتحال بعض المشكلات على أمل أن تسوء الأوضاع وتختلط الأوراق وتنقلب موازين القوى السياسية في البلاد وعن تعديل الوزاري قال الترخاني لدينا تحفظ على بعض الوجوه التي اشتغلت أيام بن علي وهذا يدل على رغبة عدد كبير من الأطراف وعلى رأسهم الرئيس الباجي قائد السبسي باستدعاء عدد من الوجوه القديمة التي عانى منها التونسيون 23 عاما برغم أنه باستطاعة الشاهد استدعاء السياسيين آخرين يتميزون بالحنكة ونظافة اليد والتاريخ المشرف سعودية تعتقل اثنين من رجال الدين البارزين قال النشطون إن السعودية اعتقلت اثنين من رجال الدين البارزين في إطار حملة تسعى إلى كم الأفواه المؤثرة اعتقال رجل الدين بمستوى سلمان العودة وعوض القرن الذين يملكان ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي إشارة إلى حملة أوسع ضد المعارضين يشنها ولي العهد محمد بن سلمان الذي يتطلع لإسكات كل النقاد المحتملين لخطته الإصلاحية وبحسب الناشطين فإن الاعتقالات طولت إسلاميين آخرين يقول ناشط سعودين رفض ذكر اسمه هناك تعصب اليوم تجاه أي شكل من أشكال الإسلام السياسي في السعودية لطالما نظر آل سعود الأسرة الحاكمة في المملكة إلى الإسلاميين على أنهم التهديد الأكبر لبقائهم في السلطة لكنهم كانوا حاذرين في تحقيق التوازن بين علاقاتهم بالمؤسسة الدينية والإسلاميين الأكثر تطرفا الذين يتمتعون بالدعم عبر المملكة المحافظة ويقول منتقد محمد بن سلمان إنه يتبنى الآن التكتيك نفسه الذي استخدمه حليفه الأقرب ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي شن حملة عدوانية ضد الإسلاميين مثل أنصار الأخوان المسلمين كذلك يسعى الأمير محمد بن سلمان لإضعاف المعارضة داخل العائلة الحاكمة ضد صعوده السريع نحو العرش منذ حلوله ما كان الأمير محمد بن نايف وليا للعهد وقد أجبر المسؤولون على إنكار الشائعات بأن الملك سلمان كان يخطط للتنازل عن العرش لمصلحة نجله طبعا مواضيع كثيرة طرحت في التقرير ولكن قبل أن نذهب إلى موضوع تأجير الانتخابات وأيضا موضوع المساواة في الميرات إلى ما هناك ومسألة العودة إلى مؤسسة الأوقاف أو الأحباس كما يقال لها في المغرب العربي فقط سؤال كيف يمكن دائما هناك من يقول بأنه لابد من الخروج من تحت سيطرة البنك الدولي الاقتصادية ولكن كيف يعني هو موضوع صعب جدا باعتراف كبار الاقتصاديين خصوصا لدول نامية أن تخرج من تحت هذه السيطرة هل هناك من اقتراحات؟ هل هناك من مشاريع لخروج تونس من تحت هذه الاحتلال كما يسميها أيضا البعض نحن نقر بأن هناك نوع من النظام الشمولي التسلطي الذي تمارسه المؤسسات الدولية المانحة لسيما صندوق النقد الدولي يعني ذكرت أنا في بداية حديثي وفي بداية الثورة تونس كان لديها ديون بنسبة 13.4 مليار دولار الآن بعد سبع سنوات تحولت هذه النسبة إلى الضعف أو أكثر الآن ديون تونس بحدود 28 نفس الموضوع حصل مع لبنان حين لبنان خرج من الحرب الأهلية نعم كافي يعني موضوع الديون كانت شيء لا يذكر ولكن بعد الدخول في زمن الطائف بدأت الديون تفضل نعم الموضوع يعني في تونس ما دمنا نحن نتكلم عن عملية تغيير نتكلم عن عملية ثورة إذا طبعا تجاوزا في هذا الأمر فعلينا كذلك أن نتكلم عن إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية في تونس هذا مشروع سياسي مشروع فكري مشروع ثقافي ومشروع إعادة بناء الدولة الفارق النوعي والكبير ما بين الزعيم الحبيب بورقابة الذي قاد حركة التحرر الوطني ضد المستعمر الفرنسي والرئيس الباجي كون الرئيس الراحل كان لديه مشروع لبناء الدولة الوطنية وركز في هذا المشروع على موضوع التحديث بمعنى آخر تبني موضوع التحديث الغربي بكل منطويات الفكرية والثقافية والسياسية ركز على موضوع التعليم ركز على موضوع تحرير المرأة وركز كذلك على مسألة العلمانية بمعنى آخر التحرر من كل مصادر الشرعية التي كانت سابقة في الدول العربية والإسلامية هذا مشروع كبير قاده الزعيم الحبيب بورقابة ولهذا السبب دائما كانوا ينعى تونس بأن تونس التي تبنت الحداثة كانت حداثتها أكبر بما لا يقاص من عملية الديمقراطية لأن النظام البرقيبي ونظام بن عليكا استمرار له لم يكن نظاما ديمقراطيا إذن الحداثة مسألة على غايب الأمية نحن في ظل 2014 وتولي الرئيس الباجي قائد سبسي عملية الانتقال لبناء النظام الديمقراطي الجديد الباجي توقف عنده التاريخ على المستوى الفكري وعلى المستوى السياسي عند سنة 1986 فالرجل في حد ذاته تقدم بالسن وتكلس على المستوى الفكري والسياسي ولا يمتلك أي مشروع سياسي لإعادة بناء الدولة الوطنية ولهذا السبب نحن نستدم بأن عملية الانتقال الديمقراطي هو الذي لم يتقدم لا علاقة دهك بالعمر حتى لا نكون نتهم الكبار بالسن نحن لا نتهم الكبار بالسن ولكن دائما العمر لديه استحقاقات معينة وهي مسألة بيولوجية ربما يكون هو مقتنع ولا يريد التغيير كثيرا القضية ليست هنا القضية فقط في غياب هذا المشروع الكبير إعادة بناء الدولة الوطنية نحن نعيش في عصر العولمة الليبرالية والتي انتصرت على ما يسمى في الباضي النظام الشيوعي أو الاشتراكية المحققة واقعيا في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية وأكثر من بلد في العالم الثالث مدامة نحن نعيش في ظل هذا المد الكوني العالمي للعولمة الليبرالية فهل نحن نستطيع أن نكون في كوكب خاص بنا أعتقد الأمر ليس كذلك حصلت في دول مثل الصين حافظت على نظام شمولي ولكنها دولة وطنية وفي الوقت عينه انعتقد في نظام العولمة الليبرالية القضية لماذا الصين أصبحت الآن القوة الاقتصادية التي تزاحم الولايات المتحدة على الصعيد الكوني في أن تصبح الرقم نمر واحد على الصعيد العالمي بينما في العالم العربي في بلدان نحن نفتقد إلى شيء اسم دولة وطنية قادرة أن تراكم عملية الرأس المال على الصعيد الداخلي حصل هذا في كوريا الجنوبية حصل هذا في كل بلدان النمور الأسيوية التي استطعت أن تكون جزءا من منظومة العولمة الليبرالية ولكنها تبني اقتصادا منتجا حقيقيا المشكلة عندنا بتونس أننا دائما خاضعين من حيث السيادة الوطنية لشروط كل مؤسسات الدولية المانحة هناك خوف حقيقي من قبل هذه الطبقة السياسية الحاكمة وليس فقط هو خوف وإنما انصياع وانبتاح حقيقي من جانب هذه الطبقة السياسية بمكوناتها سواء حزب النداء سواء حزب النهضة سواء حزب أفاق الآن الأحزاب الوطنية التي تدافع عن السيادة في تونس بمعنى آخر السيادة الوطنية والتي تمتلك مشروعا واختيارات اقتصادية واجتماعية جديدة يتم تهميشها لأنه على الرقح الذين يمسكون بالسلطة هم متجاوبون متساوقون مع نظام العولمة الليبرالية ولا يناقشون كل شروطها حتى نعود إلى الملف السياسي الداخلي أو حتى على صعيد المشكلات هناك مسألة أيضا العودة إلى مؤسس الأوقاف كما قلنا أو الأحباس كما نقال لها هذه أيضا تونس مقبلة على هذه المشكلة هناك مشكلة مقبلة تونس عليها مشكلة كبيرة هي أتت في سياق معين هذه القضية التي دعا إليها الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة كيف أتت؟ طرح في عيد المرأة التونسية في 13 نقاب أو أوت كما يسمونها التوانسة في الماضي مسألة المساواة في الإرد في الميراث أو في الميراث وبإمكان المرأة التونسية تتزوج من مسيح والحق المرأة التونسية أن تتزوج بغير المسلم هذه المسألة في حد ذاتها لم يبتكرها الشيخ الباجي قائد السبسي باعتبارها رئيس البلاد هو دستوريا باعتباره رئيس جمهورية من حقه أن يطرح هذه المسألة لا لشيء لأن في الدستور التونسي أن يطرحها وليس أن يتخذ قرارها بشأنها وحتى أن يتخذ قرار بشأنها لأنه مدام في الدستور التونسي الذي أقر في بداية 2014 يقر بالمساواة الكاملة في المواطنة ولا يميز ما بين الرجل والمرأة فمدام هذا البن في الدستور قائم فأعتقد أن المساواة في الميراث يجب كذلك أن تتبق المسألة الأخرى بأن الزعيم الحبيب بورقيبة والرئيس الباجي قائد السبسي هما كذلك أبناء المدرسة الإصلاحية التونسية نحن منذ القرن التاسع عشر وإلى يومنا هذا موضوع الميراث وموضوع المساواة في الميراث ترحت منذ أواء القرن العشرين من الذي تجرأ وترح موضوع تحرر المرأة وقضية الميراث هناك مفكر إسلامي كبير ونقابي كبير اسمه طار الحداد وألف كتابا في 1930 امرأتنا في الشريعة والمجتمع وترح هذا الموضوع بجرأة وتم اتهامه بالزندقة وبالكفر وبالإلحاد وما شابه ذلك من قبل المؤسسة الدينية التقليدية بمعنى آخر الزعيم البرقيبة والذي أراد أن يؤسس دولة حداثية وطنية حقيقية عمل على إرساء قواعد تحرر المرأة وقال بالحرف الواحد سوف أظل يعني سوف أظل طب هل ستكون هذه مشكلة طبعا ولكن هل هذه مشكلة ستكون مشكلة ستكون أزمة في تونس هي ترحت في المجلس الوطني التأسيسي عندما كانت حركة النهضة ولكن في تونس هناك مكتسبات اجتماعية حقيقية تحققت وتم إلغاء مؤسسات الأحباس يعني في تونس بأنواعها الثلاث العام والمختلط والخاص في قرارين جريئين القرار الأول في 16 أيار 1956 تم إلغاء ما يسمى الحبس الخاص والقرار الثاني المختلط والعام تم تموز 1957 لا لشيء لأن الزعيم الراحل بورقيبة أراد أن تكون الدولة الوطنية الحداثية مسيطرة على كل الهياكل الاقتصادية ولا يجعل هذه الهياكل الاقتصادية وبين مدنية الدولة وبين عدسها عن هذه المدنية أو عن علمانيتها هو هذا الصراع الذي تفجر والذي جعل الرئيس الباجي قائد سبسي يقول بالحرف الواحد في مقابلته مع صحيفة الصحافة بأننا حاولنا أن نجلب حركة النهضة إلى الدولة المدنية ولكن ليس بشروطها ولكن وفق شروط حزبه ولكننا أخفقنا في عملية التقييم إذن هو يقر بأن حركة النهضة لا تزال حركة دينية وليست حركة تتبنى مقولة الاندماج في إطار الدولة المدنية في الخطاب الإعلامي النهضة تقول بأن فصلت ما بين السياسي ما بين الديني وما بين الإديولوجي والسياسي لكن في حقيقة الأمر لا تزال مرجعيتها الفكرية والسياسية هي مرجعية الإخوة المسلمين هي مرجعية بناء الدولة الدينية بالتدرج وليست الاندماج في نظام الدولة المدنية وهذا فقط هذه النقطة هي التي الآن تجعل عدم الثقة قائم سواء بين الحزبين الحاكمين أو بين ما يسمى العلمانيين والليبراليين والإسلاميين لأن الإسلاميين يتبنون هذا الخطاب المزدوج وكذلك الليبراليين والعلمانيين لا يثقون في أطرحات الحركة الإسلامية التوليسية أيضا بالنسبة لما جاء في إقراء الحدث موضوع محاولة تأجيل الانتخابات هي لسحب البساط من تحت أقدام النهضة كيف تقرأ أيضا هذا الاتهام؟ هو ليس إتهاما في حد ذات لأن نحن لدينا مؤسسات حقيقة دستورية أصبحت خارج نطاق الدولة حتى الرئيس في مقابلته الأخيرة قال بالحرف الواحد من الصعب جدا أن نجد مؤسسات مستقلة عن سيطرة الدولة مثل الهيئة التي تشرف على الانتخابات في تونس قدم رئيسه استقالته وفي هناك شهور في رئاسة هذه الهيئة لم يتم الآن حلوة فبالتالي لا يمكن أن نقدم على انتخابات بلدية وهي ستركز الحكم المحلي الذي يعتبر الأساس الديمقراطي الحقيقي للدولة المدنية المستقبلية ونحن لحد الآن لم نستكمل الشغور في هذه الهيئة إضافة أن الأحزاب الأخرى خاصة خارج نطاق الحكم لا تزال غير مهيئة لكي تخوض هذه المعركة بشكل حقيقي وبالتالي تستطيع أن تسجل حضور فيها فطالبت بعملية تأجيل إلى ربيع 2018 في حين من الناحية القانونية من الناحية الرزنامة تم تحديد موعد الانتخابات في 17 ديسمبر أي كانون الأول 2017 لكن الرئيس الذي من المفترض أن يسن قانون هذه الانتخابات كموعد محدد في حتى سبتمبر الماضي لم يتم وأعتقد أن موضوع التأجيل سيشق طريقة لأن كل العوامل كحد ذاتها لا تصب في الالتزام بموعد 17 ديسمبر وإنما في عملية لتأجيلها سنتابع النقاش ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعوض أرحب بضيفنا في الستوديو وهو الكاتب والباحث التونسي الأستاذ تفيق المديني أهلا وسهلا بك أستاذ تفيق قبل أن نتابع النقاش سنذهب إلى عنوين الصحف إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع أهلا بكم جولتنا على الأبرز مع عنوانات بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح البداية من العراق مع صحيفة الصباح الجديد وجاء في أبرز عنوينها البرلمان يرفض استفتاء كردستان ويلزم العبادي باتخاذ جميع التدابير لحظ وحدة العراق القوات المشتركة تقتل ثلاثين إرهابيا في أثناء عمليات دهم وتفتيش غربي الأنبار مصادر تشير إلى هرب جماعي لعناصر داعش من الحويجة وأيضا عنوانات هذه الصحيفة الحجد الشعبي نشهد الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لإنقاذ الأهالي البشمرقة ينتشرون في طوز خرمات لإجبار على المشاركة في الاستفتاء إلى صحيفة الأخبار اللبنانية ونقرأ في أبرز عنوينها إسرائيل لا علاج لمفاجآت المقاومة المناورة الكبرى قاصرة عن مجارات تصاعد قوة حزب الله وفي الحدث كتبت هذه الصحيفة القاهرة لحماش المصالحة أولا ثم المعبر ننتقل إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية في عنوان بارز في مواجهة الدوحة بالوزاري العربي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قطر ستندم قاربا الهروب إلى أنقرأ وطهران ليس حلا لأزمة الدوحة سجل قطر الإرهابي حافل وحقوق الشهداء لن تضيع بدورها صحيفة الراية القطرية عنوانت في العنوان الأول المريخي يلجم وزراء خارجية دول الحصار ويرد على القطان أمام الجامعة العربية هاشتاغ منت بقدها وأيضا عنوانت هذه الصحيفة دول الحصار تواصل الفبركة وافتعال المشاكل وتتجاهل مساعي حل الأزمة إلى صحيفة القدس العربي تراشق عنيف بين منذ بي قطر والسعودية في اجتماع الجامعة العربية في القاهرة سفير الدوحة تهم المملكة بالسعي للإطاحة بالأمير وسفير الرياض يهدد بأن بلاده تستطيع فعل ما تريد برلمان العراق يرفض استفتاء كردستان والسليمان في أربيل لثني برزاني عن موقفها النواب الأكراد انسحبوا من الجلسة والعبادي دعا قادة الإقليم للحوار أيوب قر يؤكد زيارة مسؤول خليجي إسرائيل واجتماعه به إلى صحيفة أشهرك التونسية بعد طرد الأمير المغربي هشام العلوي من تونس تحقيق مع المجدوب وغضب في الرئاسة والحكومة السعودية تلمح إلى تغيير النظام القطري ونختم مع عنوين بارزة اختنها من صحيفة الدستور الأردنية العنوان الأول روسيا تعلن تحرير 85% من مساحة سوريا مقتل 28 مبانيا جراء غارات قرب دير الزور وأيضا عنوانت هذه الصحيفة عشرات المستوطنين يكتحمون باحات الأقصى من باب المغاربة سلطات الاحتلال تصدر 700 قرار اعتقال إداري منذ بداية العام مع هذا العنوان نختم جولتنا شكرا للمتابعة تفاصيل أكثر نعود إلى برنامج آخر طبعا شكرا للزميلة بسانت الراف على قراءة عنوين صحفة العربية الصادرة اليوم عنوين كثيرة ما قصة الأمير الذي طرد من تونس وقصة لا تزال إلى حد الآن غامضة رغم هو قدم وجهة نظره للصحافة الفرنسية بكون تم اقتهاده من غرفته في أوتال الموفمبيك بسوسة لدائرة الشرطة وحاول أن يستفهم ما هي الأسباب التي جعلت هذه الشرطة تقود إلى مركزها فلم يفهم من ذلك قالوا له بالحرف الواحد بأن هذه المسألة مسألة سيادة الدولة وتم فيما بعد ترحيلوا إلى مطار تونس وسفروا في أول طائرة إلى باريس أعتقد أن الموضوع من وجهة نظر تونس خاضعة لضغوطات من قبل السعودية ومن قبل أعتقد كذلك الملك المغربي لا لشيء باعتباره ابن العم الملكي ينتقد النظم العربية التسلطية وهو بطبيعة الحال الليبرالي ويتبنى موضوع الديمقراطية وهو يحاضر في أرقى الجامعات الأمريكية وهذا لا يصر العائلات الحاكمة في الوطن العربي موضوع أيضا موضوع مر معنا في العنوين موضوع الاستفتاء الذي سيلجأ إليه البرزاني هناك خلافات كثيرة حتى داخل الأكراد يعني هناك داخل الأكراد من يريد تأجيل هذا الموضوع وليس إلغاء نهائيا وهناك خلافات طبعا مع الحكومة المركزية والمجلس النواب في بغداد برأيك إلى أين ستنتهي هذه الأزمة؟ أعتقد الآن هناك علينا أن نرى بأن المنطقة مهيئة لعملية التفجير الجديد لمرحلة ما بعد داعش لأنه مرحلة ما بعد داعش سيأتي الموضوع الكردي الاستفتاء يوم 25 سبتمبر كما هو مقرر من قبل البرزاني حتى يتم تشكيل ما يسمى دولة كردية في العراق وهذا سيفجر الصراع الداخلي ما بين الأكراد ما بين المكونات الأخرى العراقية في هذا البلد والولايات المتحدة الأمريكية بعد أن استنفذت أوراق داعش الآن تهيأ لمخطط جديد تفجير الدولة الوطنية في العراق حتى يتم تقسيمها دولة كردية ودولة شيعية وبطبع الحال دولة سنية في الوسط هذا المخطط الآن تنظر إليه الإدارة الأمريكية بأنه آن الأوان للسير في مرحلة ما بعث داعش مطروب من المكونات العراقية الآن التفكير بشكل جديد في معالجة الأزمة الداخلية في العراق لأن العراق مثل ما هو حتى بالنسبة لسوريا مصنف دوليا بأنهم من الدول الفاشلة ما معنى الدولة الفاشلة؟ الدولة غير القادرة على استعاب كل مكوناتها المذهبية والطائفية والعرقية في إطار بناء دولة وطنية حديثة أعتقد هذا الجانب يستحق من مختلف الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية طرح مشروع مصالحة وطنية حقيقية داخل العراق وطرح كذلك مشروع إعادة بناء الدولة الوطنية على أساس المواطنة التي لا تميز في الانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي هذا الأمر ليس متبلورا لداء الطبقة السياسية الحاكمة في العراق أو في غير العراق ولكن برأيك نتائج هذا الاستفتاء أو مجرد حصوله هل من الممكن أن يؤدي إلى بعض الإصلاحات التي تتحدث عنها قد يكون هو ابتزاز لحكومة بغداد الحكومة المركزية كما قال البعض أنا أعتقد بأن الأكراد دائما تاريخيا يتخذون الخيارات الخاطئة في نطاق تحالفات الإقليمية والدولية كان مصطفى البرزاني تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع شاه إيران وحتى كذلك مع إسرائيل والآن ابنه يسير في نفس الركاب وبالتالي يتخلى حقيقة عن القضايا الوطنية وعن قضايا الإقليم لأن قضايا الإقليم لا يجوز أن يتم حلها في نطاق التجاذبات التي نحن نعرفها أتصور بأن البرزاني جاد في عملية بناء دولة كردية رغم علمه التام واليقين بأن هذه الدولة سيتم مجابهتها من قبل أطراف كبيرة جدا على الصعيد الإقليمي من قبل إيران ومن قبل تركيا ومن قبل سوريا ومن قبل حتى الدول ومن قبل روسيا ومن قبل كذلك روسيا لأنها ستفجر كل الإقليم في الشرق الأوسط وفي غير الشرق الأوسط سنتابع النقاش في هذا الموضوع ولكن نذهب إلى أقرأ تركيا طالما نتحدث عنها ربما نفهم ما يحصل إذا أقرأ تركيا والتفاصيل مليات خريطة طريق أردغان بعد أن ينهي أردغان زيارته إلى الأمم المتحدة سوف ينكب على خريطة طريق داخلية وخارجية ترسخ موقعه وحزب العدالة والتنمية سيبدأ ببنية الحزب الذي سيشهد تغييرات قيادية بنسبة لا تقل عن 40% تمهيدا للانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية عام 2019 المصالحة الداخلية في الحزب انعكست في شائعات تتوقع أن يتولى أحمد داود أوغلو رئاسة البرلمان الهدف الأساسي للعام المقبل إعادة استنهاض الاقتصاد والاستقرار عبر زيادة فرص الاستثمار ومضاعفة النمو وفي ظل هدفي التغيير الحزبي والتنمية الاقتصادية يأمل أردوغان أن تأكذ التطورات في سوريا والعراق منحا إيجابيا لمصلحة تركيا ويسعى إلى وقف تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة وأوروبا قرار بشأن استفتاء كردستان وحدة أراضي سوريا والعراق مهمة لتركيا كمبدأ وسياسة ومن دون مبدأ وحدة الأراضي فإن النظام بين الدول لا يستقيم وما تشهده سوريا والعراق يؤثر حتما في تركيا وخصوصا أنه للمرة الأولى يعقد حزب العمال الكردستاني تحالفا مع دولة كبرى هي عضو في حلف شمال الأطلسي وشريك لتركيا لذا فالاستفتاء في كردستان العراق له تأثير في سوريا وهو ما يقلق تركيا كثيرا وأنقرة تدرس المسألة بجدية كبيرة ولا تستبعد أي سيناريو بما في ذلك الخيار العسكري لوقف إعلان دولة الكردية المستقلة لكن قد تكون لهذا الخيار نتائج معاكسة لذا فإن أردوغان دعا خلال عودته من كزاخستان إلى التعامل مع الاستفتاء بهدوء وعقلانية وحدة العراق مهمة لتركيا لكن ليس على تركيا أن تكون أول المعترضين على الاستقلال إذا وقع بل يجب أن تعمل على أن تكون طرفا وسيطا ومسهلا لا أن تكون طرفا معاديا أقشام صواريخ أس أربعمائة تحفظ الولايات المتحدة على شراء تركيا صواريخ أس أربعمائة من روسيا لا معنى له أردوغان قال إن أمريكا تعطي بالمجان سلاحا لحزب العمال الكردستاني فيما ترفض بيعنا حتى بالمال السلاح اللازم كذلك الأمر بالنسبة لألمانيا التي أعلن وزير خارجيتها وقف بيع السلاح إلى تركيا فيما وقفت بالأمس القوى الدولية ضد أن تبيعنا الصين منظومة صواريخ الموقف واضح جدا فهل كان على تركيا أن تحني الرأس أمام أمريكا وألمانيا وأن تبقى بلا دفاع لأن أمريكا تريد ذلك بالطبع لا بل لم يبقى خيار أمام تركيا سوى روسيا التي باعت مثل هذه المنظومة سابقا لليونان العضوي في حلف شمال الأطلسي إذا تفيق نتابع ما جاء في إقراء تركيا تحديدا بالنسبة لموضوع كردستان أولا هذا الموضوع تحديدا هو تخاص منه تركيا ولكن تريد أن بالأحرى هناك احتواء الموضوع وأن تكون هي وسيط وأن تستكمل العلاقة مع كردستان والعراق برأيك هل يمكن أن يغير أيضا بعد أكثر فأكثر من موقف تركيا وأردغان من الأزمة في سوريا هذا وتحديدا أنه غدا اجتماع أستنى الذي ستشترك فيه تركيا وهو لإعلام محافظة إدلب محاولة ضم إدلب إلى مناطق خفض التوتر أعتقد أنه الآن بأن هناك بداية تحولات في الموقف التركي لأنه نشهد الآن نوع من التحالف التركي الروسي الإيراني وهذا في حد ذاته تحول مهم وبالتالي حتى نظرت تركيا إلى سوريا تغيرت كثيرا بعد الانتصارات التي تحققت في الميدان كانت تطالب تركيا بزوال كل النظام وخاصة رئيس النظام فإذا به تغير هذا الموقف في المرحلة الأخيرة موضوع إدلب الآن في مطالبة جدية بأن تنظم إلى منطقة تخفيض التوتر وأعتقد أن الخطوات سائرة في هذا الاتجاه بالنسبة لموضوع التقسيم في حال وقع الاستفتاء برأيك كيف ستتعامل معه الدول سواء المتضررة التي هي إيران وروسيا والعراق وأيضا السوريا أعتقد أن الدول الإقليمية الكبيرة خاصة تركيا وإيران لن تسمح بعملية تشضي جديد في الدولة العراقية أو ولادة دولة كردية مستقلة لأن هذا سيعبد الطريق لانفصالات في إيران وكذلك لولادة تركيا لولادة دولة كردية في تركيا وهذا بطبيعة الحال غير مسموح به لا في تركيا ولا في إيران ولا في باقي الدول ما الذي يمنع في سوريا؟ حتى بسوريا في حد ذاته الأكراد لا يشكلون أقلية كما هم يحاولون تسويق أنفسهم هم قسم كبير أو جاءوا إلى سوريا نتاج الاضطهاد الذي عانوا منه طيلة فترة الدولة العثمانية وخاصة مع بداية القرن العشرين وتم استعابهم داخل الأراضي السورية ومن حتم القبائل العربية أراضي شاسعة في بداية كانوا 25 ألف وبما بعد تضخم هذا العدد إلى 90 ألف والآن هم يعطون عن أنفسهم في سوريا رقما تضخميا يصل ما بين مليونين نص إلى ثلاثة أو ما شاء الله ويطالبون بفيدرالية بمعنى آخر بعملية الانفصال أعتقد إذا كان هناك أكراد العراق يحق لهم حكم ذاتي واسع في نطاق في درالية فهذا أمر مفهوم ولكن الأمر بالنسبة لسوريا أعتقد بأنه لا يمكن أن يتحقق خاصة بأن القيادة السورية ووزير أو نائب وزير الخارجية ترح هذا الموضوع بشكل واضح وصريح الدكتور فيصل مقداد حكى بأننا سندافع عن وحدة كل أراضيين السوري هذا ما قال له للميادين ولكن أيضا في موضوع أمريكا في هذا الموضوع هي الأساس صحيحهم أقلية صحيح العدد متضخم ويروجون لعدد أكبر من ذلك ولكن أمريكا تدعم من حيث التاريخ دائما الولايات المتحدة تلعب وهي وإسرائيل الورقين الكردية هناك جمهورية فيما أباد تأسست بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ولكن هذه الجمهورية حين اتفق الكبار لكم يوم بقية ربما دامت أكثر من شهر وفيما بعد بعض المعلومات تقول أقل من شهر يعني بالحدود وليس أكثر ولكن فيما بعد سقطت بالتالي على الأكراد في حد ذاته ألا يتم الاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية وبإسرائيل من أجل بناء كيان حقيقي داخل العراق أو كردي أو ما شاء بذلك وأن يكونوا السبب في تقسيم هم الآن أصبحوا أدوات حقيقية في المخطط الأمريكي الإسرائيلي القادم لمرحلة ما بعد داعش هم الآن في العراق والولايات المتحدة الأمريكية ستفجر الصراع الشيعي الكردي فيما بعد أن كان هناك تحالف كردي لماذا الشيعي كردي وهل السنة في العراق هم هذا الانقسام هذا الانفصال هو لا بالعكس ولكن هناك صعوبة في ترويج هذا الموضوع لأنه مختلف إلى حد ما هذه الأزمة أعتقد موضوع قومي أكثر مما هو موضوع ديني هناك إجماع في العراق داخل مكونات داخل مكونات الشعب العراقي هناك إجماع على الحفاظ على وحدة الجمهورية العراقية كاملة هذا سواء للأسف انتهى الوقت على كل حال هذا موضوع مهم جدا يعني على كل حال لدى الأكراد هناك تنوع مذهبي ولدى وطائفي وأيضا لدى العراق الأمر نفسه وبالتالي من الصعوبة في مكان هكي سني شيعي أن يكون المواجهة للأسف انتهى الوقت شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها الكاتب والباحث التونسي الأستاذ توفيق المديني شكرا جزيلا لك والشكر لكم مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة